عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع مجلس رؤساء الكنائس في الأردن لقاءً حوارياً توعوياً في قاعة كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية مع مجموعة من الآباء الكهنة وعدد من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الكنسية ويهدف اللقاء الذي جاء تحت عنوان مكافحة الفساد ومعايير النزاهة الوطنية إلى نشر رسالة الهيئة التوعوية من خلال كهنة الرعاية في محافظات المملكة وتعزيز القيم والأخلاقيات في نبذ كافة أشكال الفساد باعتبارها سلوكيات غير سوية يعاقب عليها القانون كما يهدف اللقاء إلى تنشئة جيل واع بخطر الفساد والمفسدين والذي يحول دون تحقيق التنمية على كافة الصعود قدم الجلسة الحوارية كل من السيد محمد صوالحة مدير الوحدة الفنية والسيدة أطلال محافظة رئيسة قسم التوعية في الهيئة